ازايكو يا بنات عاملين ايه معاكو نادا من كانوت نادا بيوتي النهاردة هقول لكم فيديو حلوة قوي بس طبعا قبل ما ابدأ كلامي لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وعملولوا لايك طبعا فالنهاردة هجيب لكم موزيل عرق طحفة طحفة ايه مش دار خالص لمنطقة تحت الباط او كده غير خالص المنتجات اللي احنا منجبها من السيدالية زي فو زي الاريكسونا زي الحاجات دي كلها انا جربت كتير قوي فمسترحة ما ارتحتش غير عالكريم ده بصوا ده شكله اهو اهو مكتوب عليه كريم موزيل العرق بالزبادي دي من شركة ماي وي ده بقى بكام ده السعر بتاعه هيبقى صدمة بالنسبة لكم بس هقوله لكم في اخر الفيديو اول حاجة يا بنات الكريم ده تستخدموه ازاي طبعا تبقوا واخدين شاور بتاعكم بعد كده تحطوه آآ فتحو كده بصوا ملمسو هو باكريم ابيض كده تحطوه بالراحة تدعكو كده بحركة دائرية بصوا قوامو تقيل شوية بس الجلد بيمتصو فبجد توحفة وبيقعد بقى ممكن بالسوق تعود يومين من غير طبعا ريحة عرق يعني هو عادي ريحة العرق بيتفرز عادي بس مش ما بيبقاش لي ريحة وحشة او كده ريحته بتبقى حلوة وعلى فكرة ريحته واهم بجد عارفين انتو ريحة النظافة دي او ريحة تحسوا ان هو فيها ريحة معطر كده بس تجد توحفة وعلى فكرة مش بيغمأ خلص منطقة تحت البط بالعكس بيفتح مكوناته كلها طبيعية وبالزبادي زي ما انتم شايفين ومكتوبة هو ده الكلام اللي مكتوب عليه من الورا يستخدم مرة واحدة كل اربعة وعشرين ساعة ليمنحك حماية فائقة اهو زي ما انتم شايفين بس بجد توحفة فانا انصحكم كلكم لو انتم تجربوه وسعره زي ما انا قلتلكو سعره زي ما انا قلتلكو وهم بجد تخيلو كنت اجابه بكام بعشرة جنباس ومش من شركة مايوي انا كنت اجابه من محل اسمه طنطن في مدينة ناصر وكان بعشرة جنباس فانا جبته قلت اجربوه بس حلوة قوي تلع تحفة واربعين جرام كميته برضو مش قليلة على اللي هو بيعمله فانزحكم كلكم انتم ترموا كل مزيلات العرق اللي عندكم وتجربو ده وهتدعولي بجد يا ربي بقى لايق لو كان الفيديو ده عجبكو وفاتكو اشتركوا طبعا في القناة وعملولي لايك للفيديو ده اشتركوا في القناة